اشتركوا في القناة محاضرة قدر من انها تحدي في وضع اسئلة كتيرة جدا لكل واحد معنا بيتفرج على الموضوع اليوم مش محاضرة ولكنها اسئلة فيها تحدي لنا جميعا كلكم تذكروا افلام كوكب الارود لكن من احد الافلام الاولى ان انا شاهدتها بتاعة شارلد هينيوستن في السبعينيات تقريبا ان هو دخل كانسان وعاش في كوكب الارود لان كوكب الارود بيقود المجتمع او الارود بتقود المجتمع وكان هو احد الناس اللي بيقادوا من اخر الافلام اللي تفتركتها عليها انا في كواكب الارود دي اللي هو احد المراكب الفضائية نزلت في مكان ما في زمن ما فاحيطت بالقرود اللي كان عندهم مجتمع قوي جدا ولما هربوا منهم من الارود دول بعد سنين من الزمن الله اعلم الزمن في ذلك الوقت رجعوا لامريكا كانوا سعاداء جدا من موصلوا هناك فلا ان الارود احتلوا امريكا ليه انا بتكلم على كوكب الارود والعملة الالكترونية البيتكوين ليه هنشوف دلوقتي انها كلها تحديات ترجع لنا لتاريخ الانسان منذ الاف السنين وكيف عاش على ظهر هذا الكوكب وكيف تأقلم وتطور وبنى حضارات الى اخر اول حاجة هنتكلم فيها ودي كلها تحديات كل واحد فينا يرجع ويقرأ ويشوف تاريخ كل كلمة انا بتكلم عنها تاريخ الكتابة والمحافظة على المعلومة بدأت الكتابة على الحجر تصبح كان بقلات حجرية او معدنية وبعدنا الرسوم على الجدران زي ما هو موجود في المعاب بتاع القدرة المصرين في مصر او على الاخشاب والاقمشة والجلد وبعدنا بدأت الكتابة بالريشة واخترعنا الاقلام واخترعنا الحبر واخترعنا بعد كده الالات الكتبة واخترعنا بعد كده الكمبيوتر واخترعنا بعد كده الصناعات الالكترونية والتواصل الاجتماعي الى اخره الى اخره الى اخره يعني في الاصل الكتابة على الحجر كانت موجودة الى الان نجدها في اماكن مختلفة اما الكتابة في السايبر سبيس اللي هو المجال المناخ اللي بنكتب فيه المعلومات الرقمية لا يستطيع احدنا يتحكم فيها لانها بتعيش في الجو والفضاء الخارج وكذا تطور تاريخ الكتابة وكذا تطور تاريخ حفظ المعلومة داخل المجتمعات وداخل الارشفات الى اخير ده بالنسبة لايه لتاريخ الكتابة كل واحد فيك يرجع ويقرأ تاريخ الكتابة بدأ ازاي طبعا تطورت الكتابة بعد ما استنع ما اخترعوا الورق زي ما احنا عارفين يعني العملات يمكننا نحذكر كلمة تاريخية هنا ان كان في عمرات دهبية وفضية ونحاسية كتيرة موجودة في ورق هنا انا كتبوا عليها دهبية وفضية وبرونزية ونحاسية الاخيرة في الدولة الفارسية والدولة الرومانية والدولة البيزنطية فلما جاءت المسلمين عمل لهم دولة واصبحت دولتهم قوية في سنة سبعة وسبعين بعد هجت رسول صلى الله عليه وسلم يعني بالزبط يعني في عصر الدولة الاموية في عصر عبد الملك بنروان عمل العملة الدهبية المسلمة اللي هي الدينار لان كان فيه الدينار البيزنطي ده كان دهبي وكان فيه العملة الفارسية كانت فضية بيستعملوها كان فيه عملة نحاسية دي بيزنطية ايضا فجاء عبد الملك بنروان سنة سبعة وسبعين وسنة تمانية وسبعين عمل الدينار الدهبي المسلم والدرهم الفضي الخالص وكان تم وزن الدينار الدهبي في الوقت ده اربعة واثنين من عشرة اربعة وخمسة عشر مية اربعة واثنين من عشرة جرام وزن الدرهم الفضي كان بيساوي اتنين وثمانية من عشرة جرام ليه؟ لانه حب الرئيس الدولة ان يتحكم في قفل الدولة بعملة هو يصدرهم انواع العملات اللي هم نتكلم معنا وطريقة عملات دلوقتي زي ما قلنا بنتكلم فيه عملة دهبية وفضية برونزية نحاسية اليمونيوم الى اخرة بعدين اصبحت العملات ورقية قالك الحاجات دي تقيلة في الجيب وكذا 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 وتاخذينها فاصبح فيه عملات ورقية اللي منها الدولار الامريكي والييني الياباني واليورو الاوروبي جنيه السترليني والروبل الروسي والروبية الهندية والباكستانية والعملة الصينية والدينار والريال والدرهم والليرة اللي مجنب في اللغة فيه في المنطقة العربية وكذلك فده بالنسبة لعملة الورقية تحوات العملة الى عملة رقمية حاليا نعم نسميها ارقام كل اموالنا في البنوك دلوقتي بنحملها عن طريق كارت زي اللي موجود هنا انا طبعا مش هطلع الكارت بتاعي عشان معلنش على البنك ولا هطلع اي كارت من الكروت دي لكن انا هطلع حاجة كده اه اه ده كارت عشان معلنش لا اسوق لا اي مجموعة مقبلك فالكارت ده انت ممكن تصرف بيه اي مبلغ مبلغ داخل ايه الحساب البنك بتاعك من البنك ما بتشوفش الفلوس اصبعت الفلوس ارقام بتجيلك على ورقة حديثا تطور العلم واصبحت العملة الكترونية لبيتكوين دي اصبحت يبقى احنا مشينا من الدهب والفضة الى الورق الى الرقم الى البيتكوين اللي هي العملة الالكترونية اللي هطلعها جديدة والناس كلهم مهوسين وعايزين يخش فيها بعد ما كانت احد بعض البنوك وبعض الدوائر المالية بتتحاربها في اثناء ظهورها طيب يبقى ده بالنسبة للعملات التكنولوجيا بيلي بتحكم فيها دلوقتي ده السؤال الثالث مبالك اقوى احنا من يتحكم في التكنولوجيا الآن زي ما انتوا شايفينه الولايات المتحدة الامريكية كندا اتحاد الاوروبي اليابان الصين روسيا الهند برازيل جنوب افريقيا تركيا سنغافور ايران دول العربية الاسلامية اسئلة اسئلة انت ايها الشخص او انت ايها الفاضلة وحنا عايزين في البيت كده لابد نجغب عليها عشان نعرف من نحن اين نحن وماذا نفعل وما دورنا من الحياة كلمنا عن العملة كلمنا على تاريخ الكتابة كلمنا عن التكنولوجيا الوقتي من يتحكم في التكنولوجيا الوقتي اسأل نفسك وجاوب على كل نقطة من هذه النقاط قبلك هل هذه الدول او دولتك او انت شخصيا كمبدع في العمل التكنولوجي وعندك اختراعات تستطيع انك تحرك بها دوائر الاقتصادية في العالم بالتحدي الرابع في الاسئلة هنتكلم عنه هي ما هي اغنى عشر شركات في العالم طلعلي كده في العالم اغنى عشر شركات اغنى عشرين شركة اغنى خمسين شركة في العالم اغنى عشر شخصيات اغنى خمسين شخصية اغنى ميت شخصية هل هم هالشركات اصحاب صناعة السلاح اما اصحاب صناعة التكنولوجيا اما اصحاب صناعة الدعارة اما اصحاب صناعة السينما اما اصحاب صناعة ها اما اصحاب صناعة السينما اما اصحاب صناعة النجوم الرياضية وكرة القدم كرة القدم اصبحت صناعة خطيرة جدا كل هذه الاشياء تدل عندنا او اصحاب صناعة المخدرات نتكلم على السلاح والدعارة والافلام الاباحية والمخدرات والتكنولوجيا ربلك وتكنولوجيا المعلومات او اسواق المال او النجوم او الاسحاب الاسركات الاعلامية فلا بدي تسأل نفسك انت او تسألي نفسك انت من هم اصحاب هذه الشركات العملاقة عابرة القرات في العالم الان وما تأثير هذه الشركات على حياة الانسان وحياة البشر وحياة الخلائق كلها في العالم ده التحدي الرابع التحدي الخامس اللي قدامنا ركاز الصناعة ركاز صناعة الاقتصاد خامس اركاز الاقتصاد او ركاز صناعة الاقتصاد ايه هي اركاز الاقتصاد اللي عندنا الارض اللي احنا عايشنا عليها المياه البحار الأنهار المعادن الموارد الطبيعية الأخرى المصادر البشرية الموقع الغرافي التدريس المناخ الثقافة العقيدة العادات القيم والتقاليد دي مكونات الاقتصاد لو احنا عملنا 100% منها عندنا منها كام في الموارد البشرية الموقع الغرافي التدريس المناخ المياه البحار المعادن الموارد الطبيعية الأخرى الى اخره الى اخره اسأل نفسك واسألي نفسك في تحدي واضح وصريح وانا بتحدى الجميع بانا لابد ان نقف وقفه لكي نصبح كوكب من كواكب القرود يقودنا ناس لا نعرفهم انا لن اكون قردا لن اكون قردا ولن اريدكم ان تكونوا ممن يعيشون في كواكب القرود مسلسلين بسلاسل يقودنكم من لا تعرفونهم ده بالنسبة للكائز الصناعة اقوى الصناعات في العالم نتكلم عليها اقوى الصناعات في العالم اه يمكن اتكلمت عليها في الشركات الصناعة هي صناعة ايه ارجع اقول تاني قلتها عليها في اقوى عشر شركات في الاول صناعة السلاح تكنولوجيا الحديثة تكنولوجيا المعلومات البتروكيمويات الدعارة المخدرات السينما الاعلام كل القدم السياسة الثقافة القيم التاريخ فكر تعليم مناهج البحوث النجوم والرموز المجتمعية هل تحدرينا هذه صناعات مجتمعية تصنعها الشركات لا تكلم تعالى في الاول لقد تكون شركات غنية وناس اغنياء يتحكمون في هذه الصناعات شركات تكنولوجيا معلومات شركات اللي بتروج وتسوق السلاح وتبيع ها الفكر الداعر والدعارة والافلام الابحية الى اخري الى اخري او المقدرات الى اخري بدي اقوى انواع الصناعة والتجارة في العالم نتكلم عنها خلاص ده تحدي اخر تجدوه انتو وتحطوه في ارقام بعدها فوق بعضها ايه هو ابعاد السوق العالمي اسواق العالمية ها سوق المال والبنوك ها سوق المدربات والبورسات اسواق المتخصصة في الصناعات والمعادن والخامات ها اسواق التقليدية المتعارف عليها عندنا في كل حتة اسواق المحلية للحرفيين والزراع والصناع والصناعات اليدوية والمواشي والبقر وكذا 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 الى اخري كل دي اسواق احنا بننشئها حسب قدرتنا المادية والفكرية والسياسية والاجتماعية والموارد البشرية اللي عندنا فهي بابعاد السوق العالمي من هي الاسواق التي لنستطيع احنا ان نصنعها بأيدينا ده التحدي السابق في ابعاد السوق العالمي يبقى انا اتكلمت عن ثمان سبع حاجات امامنا بالوقت الاول تاريخ الكتابة التاني تاريخ العملات التالت من يتحكم في التكنولوجيا الال الرابع ما هي اغنى عشر شركات في العالم الخامس ما هي لكائز صناعة الاقتصاد السادس ما هي اقوى الصناعات واقوى انواع الصناعة والتجارة في العالم السابع ابعاد السوق العالمي الاسئلة الثلاثة اللي انا هقولهم دلوقتي انهم تمانية وتسعة وعشرة موجودين هنا اول حاجة نسأل نفسنا ماذا لو ضاعت المعلومة من ستكن عنده هذه المعلومة ليتحكم بها في الدول والشعوب والافراد ما هو الشكل الذي سيصير او يصبح عليه العالم بعد ضياع المعلومة تمانية وتسعة وعشرة ماذا اذا ضعت المعلومة حيث اننا وصلنا للارقام التكنولوجيا الرقمية ومن سيتحكم في المعلومة بعد ضيعها من عامة الناس وما هو الشكل الذي ستصير اليه المجتمعات والشعوب بعد ضيع المعلومة هل سنتحول من الدول الى مدن وقرى واحياء وشوارع وبيوت وافراد ها هل ستتحول الشعوب الى قبائل وارقيات وعائلات واسر وافراد بعد ما كنا دول وكنا كتل هستتحول المجتمعات المجتمعية من ديانات الى طائفيات واحزاب ومدارس فكرية وقراء واجتهادات طبيعات فردية نسأل نفسنا في السوق اللي احنا بنخش نشتري منه اي حاجة ده كل شيء لا يصنع في الوطن من الاكل للشرب لللبس للفرش الى اخري الى اخري وانا غني وانا متعلم وانا قادر لا انت لست غني ولست متعلم ولست بقادر لانك تابع عبدا لمن يصنع وعبدا لمن يبيع وعبدا لمن يشتريك بماله من يشتريك بتكنولوجياته وصناعته فتصرف فيها المال بدون ان تدري كيف يستفاد من هذا المال لمن هنيجي نتكلم مع كل هذه المشاكل انا قريب من اني اصبح قردا اعيش داخل كوكب قرود مسلسلة يتحكم فيها مجموعة من الصناعة المهرة الذين حولوا مقدرات الحياة الى مصادر قوة في ايديهم وعاش العالم كله الان يمشي وراهم شبرا بشبر وذراعا بذراع واتجاها باتجاها حتى الى اذا دخلوا جحر دب دخلنا وراءهم ده معنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نعنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اننا بنلغي شخصيتنا بنلغي قيامنا بنلغي وجودنا بالتبعية وعدم الاعتماد على النفس وعدم القدرة على التفكير وعدم القدرة على الابداع وعدم القدرة على معرفة اركان الصناعة واركان الحياة واستعمار الحياة استعمار الحياة معناها بناءها انا لن يديرني شيخ يجي يديني يخطب جمعة وليل ويقيم الليل مليون مرة وهو اكله وشربه ومنامه مستورد من خالق بلده ولا يدري اين يصرف امواله من ايها سنأتي بالعلم المنكن أمم صنعة العلوم المنكن أمم صنعة الثقافات المنكن أمم بنت الحضارات المنكن أمم بنت النهضات المنكن أمم أفرزت علماء المنكن أمر وفرزت أدباء ومثقفين الاخره الاخره اين نحن الآن عزبحنا في هذا العالم الفسيح بعد أن أصبحنا سبعة أو تمانية مليار نسمة في العالم يتحكم فينا أقل من خمسة أو عشرة أو نصف مليون شخص والباقي أصبحوا يعيشون مسلسلين داخل كوكبا كبيرا من كواكب القروض التي صنعوها لنا إن ضعت المعلومة لن نعرف أبدا ما هو مصيرنا أبدا سواء كانت عمرك إلكترية ولا عملة رقمية ولا عملة وراقية ولا آي شيء انظر لقيمة العملة في داخل بلدك الآن كل العملات تسجد وتركع لعملة أو عملتين في العالم كلكم يعرفونها كل العملات أي أن كل الاقتصاد في العالم يسجد ويركع لمثل هاتين العملتين أو بضع العملات دي كلها لذلك اتحدى الدول العظمة الاقتصادية لكي تتحكم في كوكب القروض هذا ما هو الحل هناك بعض الحلول ممكن نتكلم عنها ما هي الحلول المتوقعة لمواجهة أسباب حدوث ظاهرة كوكب القروض أو مجتمع الفرد والكهف والغابة أولاً أول ركن ركين في أي تغيير وأي بناء هو الإيمان الإيمان وما أنجز منجز أو مكتهد أو رجل فكر أو رجل ثقافة أو رجل ثورة أو امرأة فكر وثقافة وثورة إلا أن آمنوا بفكرتهم وأمنوا بعقدتهم أول نوع من أنواع الإيمان هو من العقيدة بتاعتك ثم الإيمان بالوطن والمجتمع الذي تعيش فيه وأنك تخدم هذا المجتمع وهذه القومية من أجل أن تنقذها من الهلاك الإيمان الثقافي بتاعك تأمن بثقافتك أنواع كثيرة من أنواع الإيمان وتاريخك وأخلاقك أخلاقك نحن نكلم أنواع الإيمان إيمان العقيدي الوطني القومي المجتمعي الثقافي التاريخي الأخلاقي الإيمان العرقي إنه من عرقية معينة أو من قبيلة معينة وعايز تخدمها لابد أن تؤمن بهم الإيمان الجغرافي المنطقة دي بتاعتي أعيش وأموت من أجل الدفاع عنها أعيش وأموت من أجل تنميتها أعيش وأموت من أجل إسعاد كل مخلوق داخل هذه المنطقة الجغرافية الإيمان بنفسي أنا كشخص قادر على إحداث التغيير يبقى أن ندخل أنواع الإيمان من الإيمان بالله والعقيدة إلى الإيمان بالشخص أن أنا قادر لا يهزني هذا لا يهزني زلزال أو إشاعة أو مكيدة لأنني واثق فيما أريد أن أحققه لمجتمعي والبشرية والإنسانية ده الإيمان نمرة واحد نمرة اثنين التعليم والركن الركين ليس فقط التعليم التعليم ثم التعلم الرغبة الجامحة على الاستمرانية الاستمرانية في التعلم والحصول عن معلومة والفهم فهم أركان الحياة وكيف تسير وفق هذا النموث العظيم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى ومعرفة بقيمة المعلومة التي بين يدي وأن المعلومة هذه في قيمتها قد تكون أغلى بكثير من المليارات التي نتداولها بين أيدينا والوعي هل أنا أعي ما أقول؟ هل أنا أعي ما يجري حولي؟ هل أنا أدرك هل الوعي ده أدى إلى أن تصبحت أن أدرك كل المتغيرات التي تسير حولي أم لا؟ يبقى التعليم التعلم الفهم كيمة المعلومة الوعي والإدراك بعد كده لابد في المجتمع اللي أنا بعيش فيه أؤمن بالتجربة والتطبيق والممارسة وأساعد على التجربة والتطبيق والممارسة لكي أغير المجتمع أي أن النظام السياسي داخل المجتمعات التي تريد أن تحدث تغييرا إيجابيا لمجتمعاتها أو في محيط مجتمعاتها لابد أن تسمح بالتجربة والتطبيق والممارسة وتعطي مساحة أكبر من الحرية لهذه المكونات التواصل التواصل معنا كلنا تكامل تبادل المعلومة الخبرة ليس ملك أحد لكنها ملكة للمجتمع التواصل والتكامل والتبادل تنسيق مع من معي في المجتمع بتاعي ولو كانت قرية أو حارة أو شارع أو زنجة تنسيق تعاون فرد بناء الشراكات والتحالفات لا يستطيع أحد منا الآن مهما كانت عقيدته وإيمانه وقدراته المادية أن يقوم بهذا العمل وحده فلابد بناء الشراكات والتحالفات والتكامل والتواصل مع بعضنا البعض استمع بالمشاركات المجتمعية من يريد أن يتحكم فيك ويحولك إلى كوكب أرود لن يسمح لمن يقودون مسيرتك السياسية بالمشاركة الاجتماعية لأنه إذا حدثت مشاركة مجتمعية لن تكون قرد ولن يصبح بلدك أو وطنك كوكب من كواكب القرود لأن المشاركة المجتمعية المتكاملة بين أفراد المجتمع كله هي القادرة على إحداث التفارات وبناء النهضات وإقامة الحضرات وتعزيز بناء قدرات القيادات المجتمعية القادرة على إحداث التغيير الإيجابي لنمو المجتمعات المرجعية مرجعيتك مين؟ أنا مرجعيتي لا أبداً لا أقوليكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد لا أنا مش فرعون أنا مش نمرود أنا مش نيرون أنا إنسان مرجعيات مرجعيات من أصل الخالق سبحانه وتعالى الوطن الشعب المجتمع العلماء المتخصين العائلات اللي هي التقليدية يعني فيه أنماط فيه المجتمعات تعيش على العائلة قيادة القبيلة الأسر والمواطن نفسه يصبح المواطن الفرد مهما عظمة أو قلة هو مرجعية لي يسألني فأجيب لأنني مساءل عنه ها أمام الله سبحانه وتعالى ثم مساءل منه أمام المجتمع ثم مسؤول عنه أيضاً فالمواطن يبقى الخالق الوطن الشعب المجتمع العلماء المتخصين العائلات والأسر والقبائل والمواطن كيف نبني اقصدنا المحلة كما بناه أبأنا وأجددنا منذ آلاف السنين قبل أن تنشأ الجامعات والكليات والمعاهد وكذا 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 كان أبونا رعي غنم كان جدنا مزارع كانت أمنا تشتغل في البيت ست بيت أو فلاحة كان عمنا نجار كان خلنا خوجة بيعلم الطلبة ألف به جيم دال هكذا بنية المجتمعات هكذا بنية المجتمعات من هؤلاء الذين بنوا أسواقاً محلية عرضوا فيها كل ما أنتجوه بأياديهم إما داخل البيوت أو داخل الحوانيت فنمى هذا السوق المجتمعي الذي أصبح فيما بعد قادراً على بناء اقتصاد القرية التي تحولت إلى مدينة وتحولت إلى مجتمع وتحولت إلى وطن وتحولت إلى نهضة وتحولت إلى إمبراطورية فيما بعد فكيف نبني اقتصادنا القومي على نبني على إيه على الموارد المحلية والكوادر البشرية الوطنية في مراحل البناء كن بسيطاً سهلاً معتمداً على كوادرك البشرية وأمكانياتك المحلية الاقتصادية لا تحلم بما بما حصل عليه الآخرين لكن ابدأ بما كان بين يديك أو متاحاً بين يديك لكي تستطيع أن تحصل على ما حصل به الآخرين بعد أن أقاموا نهضتهم وحضرتهم بمئات السنين يبقى لابد في الأول حين ننقيم هذا الاقتصاد إنه نعمل إيه الاقتصاد المحلي القوي القائم على الموارد المحلية والقادر البشرية الوطنية العدل والمساواة والإخاء الوطني دي المنظومة السياسية الحرية يعني وجود مناخ من الحرية والأمن والأمان والسلم مجتمعي إذن اليوم أنا لم أجيب على كل أسئلة لنا وضعتها أمامكم لكن وضعتها كتحدي وإن لم نتحدى أنفسنا سنصل إلى أن نصبح كهذا أنا لن أكون قردا لن أسمح لنفسي أن أكون قردا أنا بحب الأرود جميل الأرد لكن أنا لن أصبح قردا يقودني من لا أعرفهم هكذا يكون الإنسان الذي خلقاه الله مكرما قائدا يستعمر الدنيا ويقيم فيها الحضارات ويسعد بها كل الخلائق وفق منهج الرباني الله سبحانه وتعالى فلن أكون قردا نورة الثانية أنا سأكون إنسان شئت أنا أم أبيت وهذه رسالتي عندي رسالة عندي مهمة عندي قيم عندي أخلاق عندي مبادئ عندي عقيدة عندي ثقافة أريد أن أبني بها مجتمعا ها سالما آمنا يعبد الله حق عبادة يخدم الإنسانية خير خدمة ويطأتئ رأسه أمام الحق ويقف شامخا أمام الظلم هكذا سأكون إنسان ولن أسمح لنفسي أن أصبح قردا ولن أسمح لكم أن تصبحوا قرودا فهيا نخرج من كوكب القرود الذي بني لنا لنعيش فيه ونفهم مدارك ومسالك الحياة لكي نعيش مستقلين قادرين على الإبداع المجتمعي والبناء الإنساني الذي تسعب به البشرية شكرا وجزاكم الله خيرا ألتقي بكم غدا باللغة الإنجليزية شكرا شكرا لكم أراكم أمام الثماني نفس الموقع إن شاء الله 12 وقت إن شاء الله اللغة الإنجليزية والمجتمعي أو أحسابي لكم لكلنا آخر هو بلانت أب وبيتكوين بلانت أب وبيتكوين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة